وللمزيد من المتابعة حول تطورات فيروس كورونا عالميا ينضم إلينا عبر الهاتف من الأردن الدكتور محمد أشار استشار الجراحة العامة دكتور محمد بعد التحية يعني هناك توجه عالمي للتعامل مع فيروس كورونا كمرض موسمية يستوجب فقط التطعيم كأية نزلت برد عادية يعني من وجهة نظرك لماذا هذا التوجه في هذا التوقيت هل بالفعل بدأ هذا الفيروس في الانحصار؟ دكتور موسمي لكم مشاهدين وشكرككم على الإستضافة ربما عجت هذه الفكرة وطلعت على السفر حيث عاد وجود متحور أمايكرون الذي كلما نعلم أن متحور أمايكرون هو شديد للتشار لأنه قليل الإميرادية لكن أنا لا أعجب هذه الفكرة لأنه أنتج أو يحوره فيروس أمايكرون كشكل خفيف يمكن أن يتحور هناك ومتحور آخر بشكل أشهد ليكون شديد انتشاره وشديد الإمراضية يبدو أن هذه القرارة يكون مستعجرا أو مبكرا عليه يجب أن نتحدث عن هكذا قرارات بعد إعطاء لا يقل عن ثلاثين سكان كرب أرضية من المطاعيم أو إصابة أكثر من ثلاثين سكان كرب أرضية من المطاعيم بعدهم يمكن اعتباره كفيروس موسمي أو أنه تخفيض درجة حضر هل اللقاحات كان لها دور كبير في ضعف هذا الفيروس وتنواها أيضا في الفترة الأخيرة كان هو السبب الرئيس لضعف قوة هذا الفيروس لا شك أن اللقاحات يلعب الدور الكبير في موصل إليه الآن حيث أن اللقاحات تعمل على محورين المحور الأول هو منع الإصابة والمحور الثاني هو في حال فتوث الإصابة تكون أقل أعراض وكل أقل إمراضية والتالي أقل دخول المستشفى وعناية حتيفة والتالي أقل وفية لابد أن كانت حجر أساس وحجر الزاوية في مقاومة هذا الفيروس بكل متحورات إلى حد الآن نعم منظمة الصحة العالمية تخرج علينا من حين لآخر بعدد من التصريحات ربما عن الحديث عن وجود متحور آخر ربما يظهر ويكون أكثر شدة وأكثر خطورة رأيك في هذه التصريحات نعم المتحور لا بد من شرح نقطة معينة أن أين يتحور الفيروس التحور الفيروس في جفن الإنسان وهو عبارة عن شكل شاد من المتحور الذي قبله وبالتالي عندما يصاب عدد كبير من الأشخاص فهناك احتمالية حدوث شكل شاد بنسبة أعلى كما هو كما حدث في المتحورات السابقة وبالتالي فنحن في أي لحظة ممكن أن نتعرض لمتحور آخر غير ومطرون يسيطر على المشهد نعم يمكن فكرة تلقيح الأطفال من الأمور التي تسيطر أو تثير جدل في عدد كبير من الدول وكل دولة تتاجه بشكل مختلف في هذه النقطة من رأي حريتك بالفعل هناك ضرورة لتلقيح الأطفال خاصة من سن أقل من 12 سنة كل الصروح العلمية تعلم أن الأطفال هم أقل شريحة معرضة من وفاء وصابات شديدة بين المجتمع ولكن كلنا نعلم أن الأطفال هم أهم معقل لهذا الفيروس بين الأشخاص الآخرين هم يعملون كدور معقل بين أفراد أسرتهم لهم أكبر عمرا تنقل أطفال وحركة حركتهم وبالتالي كمان إختلاف في المدارس من بيئات مختلفة لأن الأطفال لابد أن يأخذ العنصر الشديد في المتشار هناك شركات عدة أعلنت بدء تجاربها السريرية على لقاحات مضادة للمتحور تحديدا المتحور أوميكرون برأي حضرتك كيف تساهم تلك اللقاحات في القضاء تماما على كورونا ومتحوراته نعلم أن اللقاحات الموجودة حاليا أثبتت لها أثر على أوميكرون لكن نسب أقل من المتحورات الأخرى وجود لقاح لأوميكرون ربما يساعد بحكم هذا الانتشار ولكن نعلم أن اللقاحات الموجودة حاليا نحن لا نريد أن نصرح أن هناك لقاحات أوميكرون الأشخاص يأجلون أخذ اللقاح حتى يصدر هذا اللقاح لأن نؤكد أن اللقاحات الموجودة حاليا أن تكن تقتح للمتحور 100% فإنها تخفص من أعراض ومن لسبة تفعيل 200% نعم بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد الشرع استشار جراحة العام شكرا جزيلا لك